أو طلب رسمي تقدم به نادي الوداد بهدف تأجيل مباراة الزهاب لدوري أبطال أفريقيا بسأل خدية وأستاذ أعناس أهلا بسلام بك عزيزي أحمد ثمير وكذلك بطريقة طرع محفن أهلا بك أهلا بحضرتك بداية بس نتطمن على لعيبة فرقة الوداد وعلى حالتهم الصحية قبل ما ندخل في تفاصيل المسابعة والماتشاط الحمد لله الحالة الصحية حاليا هناك أنباء أن مجموعة من العبين لم يتبقى فيهم أي أعراض للكورونا لكن هناك مجموعة أخرى كذلك نحتمل لهم الشفاء العاجل لازال بهم أعراض وكذلك سيخفع الجميع اليوم من تحليل ثاني أو تحليل جديد من أجل الكشف عن المتعافين من المصابين وكما ذكرتم قبل قليل فالصريق يعني مخصم إلى مجموعتين مجموعة التي كانت بالمخالفين أو من ظهرت تحليلهم السلبية انتقلوا إلى صندوق آخر فيما يخص المجموعة الأولى فهي في صندوق أول وهي مجموعة المصابين يعني نتمنى اشتفاء للجميع تواعي بصريقة المدادة الرياضية وكذلك لجميع المرضى عبر العرب طبعا بس يعني هل من وجهة نظرك حجم الإصابات دي من الممكن أن تؤثر على لقاء الزهاب في دوري أبطال أفريقيا وهل في أي إجراءات تم اتخاذها أو مطالبات من نادي الوداد للاتحاد الأفريقي يتعلق بتأجيل مباراة الزهاب في دوري أبطال أفريقي أمام النادي الأهلي نعم في هذا القصوص يعني حاولت أن أتأكد في من الأصل من هذا الخبر لأنه راج فقط في بعض المواقع الإلكترونية وكذلك في بعض الصفحات وفتح كانت صبر على مصر هذا الخبر بعدما حاولت اتطال يعني بمقربين من الإدارة أتأكد أنه إلى غاية الآن لا يوجد هناك أي شيء اسمه مرسل الاتحاد الأفريقي من أجل طلب يعني تأجيل المباراتين وكذلك إن كان هناك طلب فلا أظن أن الوداد الرياضي سيقوم بالمفردة لذلك إذا لن يكون هناك ضرورة لذلك لأن الإصابات لغاية اليوم قد تم تسجيل لمؤخرا بعد الحالات الثلاثة التي فكرتهم وقد تم تسجيل حالة أخرى للاعب المدن وهذا يعني لا يوجد أشكر بالخير إن استمرت الحالة على ما هي عليه رغم أن لاعبين هم الآن في حجر وتحيل لكن الإصابات ما زالت تظهر وما زالت الإصابات الجديدة لا نعرف أيضا الوقت الذي ستستغرق هذه الحالات للتعافي لأننا نعرف أن هذا الفيروس ليس له أي منطق يعني يمكن أن نعرف أنه بعد عشر أياما جميع شيء فذلك على حسب الاستجابة المناعاتية لكل لاعب الوداد أنا معنا متأكد منه لن يقوم بالمطالبة بأي تأجيل إن لم تكن هناك ضرورة مليحة إلى ذلك لأضرح إن كانت هناك سيبقى إصابتين أو ثلاث والوداد سيضالب بالتأجيل لأن الوداد كما تعرفون له من الأسماء الكثيرة لا يقف على لاعبين أو أسماء لكن حاليا جميع اللاعبين هم لاعبين أساسيين بالطريق وأزيد من عشر إصابات في صفوف اللاعبين فقط فهذا أمر من الأساسيين يعني أكثر من خمسون من الأساسيين وكذلك من احتياطيين فهذا أمر يستدعي إن يستمر إلى غير إقتراب المباركة ألف سلامة على لعبة الوداد ونتمنى إن شاء الله ليهم الشفاء العجل نشكرك شكرا جزيلا لكاتب الصحفي المغربي أنس الطهيري بموقع الدربي شكرا جزيلا لكاتب الصحفي المغربي شكرا جزيلا لكاتب الصحفُ اشتركوا في القناة